اشتركوا في القناة يعني ما تنسوا انكوا تعملوها طيب خلينا نبدأ بالاسئلة على اساس انه نجاوب في سؤال استاذ الاحجار الكريمة كيف استغلها وكيف اشحنها بطاقة الشمس وكيف افرغها من شحناتها السلبية طيب اول اشي الحجر الكريم اذا كان اصلي مش بحاجة لهاي الامور كلها هي كاسة ماي بتجي بيها بتقرأ عليها صورة الفاتحة سبع مرات بتحطي الحجر فيها لغاية مثلا يوم كامل انتي هيك بتكوني غسلتي وانقتيه بعد ما تطلعي بتنشفي ايش في عندك انتي نوع طيب بخور اي اشي ريحته جميلة جدا انتي بتحبيها يعني انتي قريبة لقلبك بتحبيها ادهنين فيها يعني طيبي للحجر وبصير ممتاز جدا بس الاهم انه يكون الحجر الكريم اصلي مش مشترة من نت ولا من تبعين المواقع لانه اغلبهم بديش اقول كلهم وكلهم نصابين المشترة تكون من عند محلات اللي بتبيع الاحجار الكريمة بنباع الحجر الكريم مع شهادته هيك بتضمني انه الحجر الكريم بيكون اصلي مشحون وبيتناسب معك اهم اشي انه يكون الحجر المناسب لا اليك طيب هنا في عنا كمان السلام عليكم يا دكتور هل الكواكب هي اللي بتتحكم في مصير حياة الشخص ومشاكله اللي بيعيشها طبعا الكواكب ما بتتحكم في مصير اي حد الكواكب هي بتحطك في امتحان والامتحان هذا عشان تكون انت جاهز وتتفادى وتمشي يعني بمعنى اخر لما رب العالمين بيسر انه يكون فيه منخفض جوي المنخفض الجوي هاد بيجي تبعين الارصاد الجوية بقولولك فيه منخفض جوي بده تتساقط الثلوج وبده يصير فيه ارياح وعواصف احذروا السيول والفيضانات في الوديان وتروح انت على الود معناته انت اللي رحت على المصيبة الفلك هو بعطيك تحذيرات الفلك بتحطك بوضع فلكي معين عندك القابلية انك انت تصير عندك يعني لما منيجي منقول دير بالك من العصبية معناته الفترة هاي انت قابلية العصبية موجودة عندك بدك دير بالك من هذا الموضوع مش هي اللي بتتحكم فيك هي زيها زي اي طاقة هي سلبية بتشحنك بطاقة سلبية زي ما انت تكون انسان مريض او انفنونزا مثلا فلو او غريب او اي اشي هيك من من عندك الشم والذوق فنيجي نقول لك مثلا انه القريب هو الاكل والطعام ولمش عارف ايش وهذه الاحي خلطة الفلك هو بيعمل تأثيرات ربنا في القرآن قال اولم 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 نبلوكم في العام مرة او مرتين فيه في كل سنة بيمر عليك شهر او شهرين هدول الاشهر بتكون ضاغطة بشكل كبير كاشهر ممكن تدخل فيها في مرحلة ابتلاء الابتلاء هاد عشان تمتحن انك انت جاهز حذر مؤمن بالله عز وجل تشكره على نعمه لازم الحياة ما بزبط انها تكون مية في المية سليمة وما بزبط انها تكون مية في المية ضاغطة تيجي هيك وبتيجي هيك انت عليك انك انه بتحترك بس اللي هي القدرة العقلية اللي موجود عندك اللي انت تتواقع هاي الامور ماشي انت في شارع كل ما طبات لازم تمشي بسرعة مية وعشرين بدك تخفف السرعة شفت الاوتوستراد مفتوح وهذا برضو ما بعطيك دافع انك انت تمشي مية واربعين انت مريض نفس اللي يقول لك روح الطبيب ما تقعد في البيت وتقول لا بديش اروح الطبيب انا بطيب لحالي يعني بتقطع رزقنا هيك خلينا نشتغل برضو كاطباء يعني الله يساعدك يا رب لا في ناس كثير بفكروا انه هي تأثيرات الكواكب بتتحكم في مصيرك هي بتبني بنية معينة للشخص بعد مرات الاشياء السلبية هاي بتكون لمصلحة الشخص لانها بتسقل شخصيته وبتعلمه وبصير عنده قدرات خاصة ما بقدر يعني بدي يركز شوي عشان يعرفها هاي نقطة طيب عنا كمان سؤال هل يمكن ان تجري لتحليل خاص وبكم بما انك رجل طيب طيب بما انه من البداية فيها وبكم عشان انا اختصر الموضوع انا ما بتقاضى اجر على علم الفلك نهائيا لا بتحليل شخصيات ولا بجواب ولا بسؤال ولا عمر قاضية اجر ممكن اذا انت حاب انك انت تقدم شيء كدعم للقناة بتقدمه لحالك محطوطات الروابط تحت للي بدهم يتبرعوا طبعا محطوطات ما حدا تبرع ولا حدا عمره تبرع على القناة ولا للقناة يعني عادي جدا هيك بحكيها بس انا حطيتهم لانه طلب مني احطهم وانا بجاوب الناس بشكل مجاني وما بمتعضش من الموضوع ومش مذايد من الموضوع هذا العلم موهوب لله عز وجل يعني هيك هيبه لله اني انا اساعد الناس فيها طيب عنا سؤال هنا لاحظ بلاحظ انه جميع الفيديوهات اللي بتتكلم فيها متقاربة بشكل يومي طيب ادرس اكثر وركز اوه ممتاز نصيحتي اليك مع احترامي لشخصك شكرا اليك وشكرا للنصيحة صحيح الي خمس وثلاثين ثانية في علم الفلك وما زلت بتعلم اه بتمنى اذا انت عندك معرفة او انتقاد او معلومة اتصحح اللي انا بحكيه اكتب النية انا رح احكيه رح اقول انك انت اللي حكيت هذا او انت اللي حكيت هذا الاشي اه وما رح اخجل من هذا الموضوع انا بتعلم منك وبتعلم من غيرك اه انا هذا علمي هذا القدرات عقلي يعني واستيعابي في العلم اللي انا بحكيه وانا بحكيه بشكل ارتجالي زي ما بجاوب على اسئلة لا بحضر للموضوع ولا اشيه انا هيني بلشت اسجل هاي هالساعة عندي ثمانية وعشرين دقيقة بتوقيت الاردن من يوم 14-13 يعني قبل بيومين انا بسجل الحلقة وبحكيها ارتجالي ما عندي لا تجهيز ولا عندي اقعد اكتبع ورق ولا هط هي بتطلع الخارطة الفلكية وبحكي اللي انا شايفه فلما تكون ساعتك محطوطة على الساعة مثلا زي ما حكينا ثمانية وعشرين دقيقة مش رح تتغير هاي يصير اسمها ثمانية وخيارة او ثمانية وقال بجتو اسمها ثمانية وعشرين دقيقة فانا هيك بشوف الفلك انه القمر لما بكون في الدرجة هاي متشكل الزاوية هاي بده يعمل التأثير هاد بحكي التأثير ما بهمني شفته عيومين ثلاثة على شهر نفس التأثير انا شايف انه هي نفس الساعة نفس الدرجة نفس التأثير اذا عندك اشي ثاني بتقدر انت تفيدني او معلومة ثانية بتقدر تفيدنا فيها حياك الله طيب عنا كمان هنا سؤال اخير اه الله يعافيك دكتور تحدث عن اكتمال القمر في برج الحوت يوم ثمانية وعشرين مارس طيب اول اشي انا كل حلقة باجي بحكي عن تأثير القمر لما بكون موجود في البرج هذا بحكي تأثيره وتأثيره على جميع الابراج هو نفسه اخذي اللي انا بحكي لما بكون القمر موجود بالحوت بترجعي احنا هسا بالحمل لو رجعتي حلقتين لوراء او ثلاثة بكون القمر موجود بالحوت اسمعيها تأثير التأثير على الجميع الابراج ايش هو تأثير القمر لما بكون في البرج هاد هو نفس التأثير اللي رح يكون موجود بالفترة هاي او بغلب تأثيره على جميع الابراج ولكن هي هذه بعض الفزلكات لبعض الاشخاص اللي بقول عن حالهم بفهموا بالفلك بيطلعوا بقولك ان القمر لما انولد تأثيراته كأنه حكى توقعات شهرية وسنوية على تأثير الكواكب كيف بتكون هذا كلام مش صحيح القمر امتى من وجد بنتقل لبرج ثاني بيعمل تأثيرات ثانية فعشان هيك انا ما باخذ في هذا الموضوع ممكن تسمعي انتي تأثيره وتاخذيك اكتمال احنا بنعرف في علمنا العلم اللي احنا تعلمناه بالجامعات انه القمر ولاة الهلال هي لنية امر معين مثلا انت بتبدأ بمهمة معينة اكتمال القمر ممكن انه يكون فيها جواب ايجابي او سلبي اكتمال القمر في البرج بعطي تأثيرات اللي هي لها علاقة بنفس نفس البرج اللي احنا بنحكيها عن وجود القمر في الابراج يعني ارجع لثلاث حلقات او اربع حلقات بتسمعي ايش التأثير زي هسا مثلا رح نحكي عن القمر وجوده بالحمل وبالثور هي نفس الشيء ما رح يختلف اي شيء تأثيرات بسيطة بتكون الاهم هي حركة الكواكب في الابراج مش اكتمال القمر ولاة القمر والاشياء هاي طيب سؤال اخير طيب دكتور انت دايما كل فترة بتطلع بتسجل حلقات بعدين بترجع بتقول انك انت مريض وتعبان وهذا الاشياء يعني بحس انه الامر مبالغ فيه شكرا لك هو مبالغ فيه صحيح يعني انا ببالغ في الموضوع عشان يكون معلومك يعني عشان المبالغة هاي من المفروض انه مريض السرطان ينطخ ما لازم ينوجع فانا مريض سرطان يعني ما بحكي لكم مرض عضال ومش عارف ايش انا من ثمان سنوات عندي مرض سرطان بالرئة بعاني من النص تأصالت جزء من الرئة صار معي كورونا اجتني جلطة على القلب قبل شهرين تقريبا او شهر ونص تحديدا يعني كانت برضو ربنا لطف فيه فهاي الامور كلها مع بعض والفترة هاي برضو انا متعرض لفيروس لانه منعتي نازلة وبرضو الصفاءة عندي نازلة والحياة حلوة بتجنن فبعتذر اني انا بقولك اني انا تعبان يعني مع احترامك الي واحترامي لا اليك برضو شكرا لا اليك بتمنى انك تمسح تعليقك طيب خلينا نبدأ في توقعاتنا اليومية وبدون ما تزعلوا مني ارجو انكم تزعلوا اني جاوبتوا بسرعة على اساس انه يعني بدي اجاوب قدر الامكان على الاسئلة اللي بتكون نازلة لهذا الوقت وممكن اسئلة تنزل بعديها بحلقة الغد من جاوب عليها طيب طيب وقعتنا اليوم لها حطيتوا لايك اول اشي حطيتوا الديسلايك جمعت الديسلايك حطيتوا الديسلايك ايوه اوه انا شايفكم غايبين للكفترة يعني افتقدكم انا بلاشي يكون وضعكم او عندكم اشي لا سمح الله اه شكرا اه اول اشي بالنسبة لتوقعتنا اليوم لا يوم الثلاثاء 16 اذار 16 ثلاثة القمر اليوم رح ينوجد في برجين رح يكون في الحمل ورح ينتقل في ساعة الظهر لبرج الثور اه طبعا القمر موجود في منزلة البطين هي جيدة لتهدئة النفوس والاصلاح والبدء بكل شيء ورح تيمكث فيها طبعا لا يوم لا الساعة تقريبا ثنتين وواحد وعشرين دقيقة صباحا من صباح يوم الثلاثاء له 16 اه ثلاثة اللي هو اليوم وبعدها القمر رح ينتقل لمنزلة الثورية وهي منزلة جيدة بتمفع للبدء بكل شيء غير مناسبة لإظهار أي شيء ومناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور بالنسبة للقمر بما أنه من الآن موعد بث الحلقة لغاية ساعة الفجر موجود لساعة الظهر موجود في برج الحمل فتأثير القمر رح يكون على الجميع في هاي الفترة بنشعر بطاقة كبيرة للعمل ونكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتسرع في تصرفاتنا وممكن أنه نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات في السرعة من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا في هاي الفترة أنه أقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يوقعنا في متاعب ومشدات غير مرغوب فيها منفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدواني في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن عمل فحص مثلا لأي شيء بتعلق بالرأس وخصوصا للعيون وبرضو جيدة هي بتكون لقص الشعر أو إقامة حفل ما طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية أول زاوية رح تكون زاوية تربيع سلبية هي بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة 43 دقيقة صباحا تدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة هذا التأثير بيكون على جميع الأبراج ديروا بالكم من التسلط وبرضو من محاولة فرض سيطرتكم على الأصدقاء وأفراد العائلة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار طبعا سلبي رح يبدأ الساعة 43 دقيقة صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة 10 و 56 دقيقة ظهرا بتوقيت يعني بتوقيت الأردن الساعة 12 و 56 دقيقة يعني الساعة واحدة ما بعد الظهر وهذا يعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا بما أنه القمر رح ينتقل بعد انتهاء خلو المسار يعني الساعة واحدة ظهرا بتوقيت الأردن الساعة 10 و 56 دقيقة بتوقيت جرينتش بنتقل للثور فبرج تأثيرات القمر بتصير تحمل صفات من صفات برج الثور نشعر بالحذر أكثر من ميل للمحافظة على ممتلكاتنا وقل لما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر على في اقتراض المال من مصرف أو من صديق في فترة وجود الثمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج الدخار ويمكن شراء عقار ما وقضاء وقت ممتع في البيت بمشاهدة التلفاز مثلا بالنسبة للزوايا الفلكية في عنا ضايل زاويتين أول زاوية هي زاوية تستيس إيجابية رح تكون بين القمر وبين عطارد وهي رح تكون في تمام الساعة 12 و 30 دقيقة بعد الظهر منشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة أما بالنسبة للزاوية التي تريها فهي زاوية من الزوايا البطيئة رح تتشكل بين الشمس وبين بلوتو وهي زاوية إيجابية زاوية تزديس إيجابية رح تكون في تمام الساعة 6 و 25 دقيقة مساء بتعزز قدرتنا على تحديد أهدافنا والسعي نحوها كما بيتجه اهتمامنا نحو الأمور الغامضة ومحاولة فهمها بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الثور معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الخميس 18 ثلاثة بيبدأ في تمام الساعة 8 و 39 دقيقة مساء وبيستمر إلى تمام الساعة 11 و 46 دقيقة مساء لينتقل بعدها لبرج الجوزاء أما بالنسبة لعمر القمر القمر الهلال الجديد ثلاث أيام في تمام الساعة 5 و 31 دقيقة صباحا بيصبح أربع أيام نسبة الإضاءة 15% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم 20 ثلاثة اليوم سعيدة بنسبة 15% القمر في الحمل وبيد أنتقل للثور حتى يوم 18 ثلاثة بما أنه في زاوية سلبية أول النهار رح تكون وعندنا خلو المسار فالقمر منتحس بنسبة 25% أما بالنسبة لعطارد بما أنه انتقل الآن وصار في الحوت ورح يفضل فيه إلى يوم 4 أربعة فهو منتحس بنسبة 10% الزهرة في الحوت حتى يوم 25 ثلاثة سعيدة بنسبة 15% المريخ في الجوزاء حتى يوم 23 أربعة سعيد بنسبة 45% المشتري في الدلو حتى يوم 13 خمسة اليوم أنها زاوية هو محترق لأنه ما بشكل أي زاوية ولكن حتى باحتراقه هو سعيد بنسبة 15% يعني طلع من مرحلة النحوسة زحل في الدلو حتى يوم 23 خمسة منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 25 ستة سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 27 أربعة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة بعمكم النشاط بتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم طبعا هاي الأمور من الآن موعد بث الحلقة لغاية ساعة الظهر بتظل مهتم بمظهرك بالتغييرات هاي مرحلة انطلاق لمشاريع جديدة بتتمتع بنشاط ذهني وجسدي كبيرين انت صباق ورائد في حقل اختصاصك من الطاقة الموجودة عندك لغاية ساعة الظهر من ساعة الظهر بيصبح هذا اليوم بيحمل معاه فرص مالية ممكن تكون مفاجئة وبتدخل تحسين على ميزانيتك برضو بتنشط بالاتصالات والزيارات وبتهتم للترويج أو لخطة أو للقيام بزيارة اهم ايش انك تتشجع ممكن تعالج مسائل ادارية وتمولية تتطلب منك اما توقيع او متابعة لدى المراجع المعنية زي دوائر حكومية او مؤسسات او محاكم يعني مراجعة لبعض الاوراق القانونية برج الثور طبعا ما زال وضع القمر بما انه موجود بالحمل فبيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني ضعوا سلم الاولويات للعمل الضروري والعاجل انتبهوا لغذائكم وراحتكم ابتنخفض وطيرة الحياة بشكل كبير فبتتأخر مشاريعك وربما تلغى اتجنب اتخاذ اي قرار وتأكد من حجزك لانه ممكن تتفاجأ انه الغي او سوء تفاهم هذا الوضع رح يظل لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر ثم يعني بتصير ثقتكم بانفسكم كبيرة وبيعمكم النشاط اهم يش انكم تبادروا لخطوة جديدة بتدعم من مركزكم الاجتماعي القمر بيجعل هاي الفترة مميزة واستثمائية وخصوصا من بعد ساعات الظهر بدعوك لبذل الجهد من اجل اشاعة السلام وبلغ التفاهم تعتبر هاي الفترة من اجمل ايام الشهر واكثرها دعما لك اهم اشي انك تستغلها خذ المبادرة وكون شجع برج الجوزة طبعا تنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الاصدقاء منكم ممكن يشارك في حفل او مناسبة سعيدة اهم اشي انك تكون مخلص لصداقاتك ووعودك ممكن تحصد تأييد لبأس فيه اهم اشي انك تكثف ارتباطاتك انت بحاجة لتعاون الاخرين معك في هاي الفترة ولكن في ساعات الظهر زي ما نبهنا بحلقة الامس ان القمر رح ينتقل وصير في برج الثور يعني بيت متاعبك فهذا بيطلب منكم عدم المبالغة بجهدكم الجسماني وانجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون اهمال صحتكم لا تراهن على الحظ لانه ممكن تعاني من بعض الركود ومراوحة المكان بالفترة هاي ما تجازف بصحتك ولا بعلاقاتك الافكار عندك مشوشة والظروف بتكون مخيبة للامال فعشان هيك حاول انك تكون روتيني بالفترة هاي برج السرطان بتظل الفرصة متاحة لللي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح باثبات جدارته للمسؤولين وبيحافظ على انجازاته القائمة اهم ايش انك تهدئ من روعك لانها هاي الفترة سلبية مشحونة بالمتاعب والتوتر ممكن تعالج بعض الامور او عالج بعض الامور بهدوء وقدم افضل ما لديك بالفترة هاي ممكن تفرح بانتصار مهني او اجتماعي ولكن الاهم تبعد عن الوسواس لانه مهلمه رح يكون مسيطر عليك لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر بتسعدوا في دقاء الاصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم احدهم بتصرفاته او طلباته بترافطك رياح مهاتية رغم الضغوطات كرر المحاولة اذا اردت الدعم والتأييد هاي فترة مناسبة للانضمام لجمعية او مؤسسة بتتلاقى مع طموحاتك برج الاسد بتنشطوا في امور الها علاقة بالسفر او اتصال بعيد او تواصل مع اشخاص خارج البلاد او امتحانات برضو اليوم هذا مناسب لاجتياز الامتحانات او جراء مقابلة حاول انك تظهر تعاون اكبر مع الاخرين ومع الجهات المسؤولة بتنجح بالترويج لعملك ولكسب الدعم والتأييد اهمش انك ما تهمل واجباتك ولو كثرت او صعبت نظم وقتك بشكل جيد تفادي للتأخير وتقدم بجراءة وثقة ولكن من ساعة الظهر او ساعة الظهر هذا اليوم دير بالك بصبح من المناسب لاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل او بيرغبوا في ادخال تعديل عليه بوسعكم اثبات جدارتكم للمسؤولين الفترة مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي ولكن بدك تنتبه لان الفترة هاي ممكن تحمل قلق حول احد افراد العائلة ممكن تواجه مسئولية او عبئ مهني لا ترتبك في المواقف الحساسة الجو العام يعني بيحمل نوع من انواع الصعوبة برج العذراء بتظل الامور المالية بتشغل فكركم والفرصة بتكون متاحة لمكسب الوصلة بشراكة او تعويض بادر لتصحيح الاخطاء وترتيب الاوضاع انت بحاجة لا لاياقة جسدية او اعصاب متينة في الفترة القادمة يعني بدك تشحن حالك بطاقة ايجابية قدر الامكان يابنى ما تصير في نوع من انواع الانعكاسات خصوصا في نهاية الاسبوع لا تترك ذيول المتاعب بالفترة هاي لغاية ساعات الظهر بتصير الاجواء ايجابية ممكن يصلك خبر من بعيد او تنجح في امور العلاقة بالسفر والاتصالات بتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بجمعكم باحباكم بترتفع المعنويات وفرص النجاح بتكون جيدة او بشكل كبير وبتعود للامساك بزمام الامور هاي فترة ايجابية جدا بيسهل خلال هالحوار وبتفرح بخبر او تجاوب بعض الاشخاص او تجاوب بعض المؤسسات معك الفترة هاي بتحمل اما قرار على سفر او سفر محتمل او قدوم غائب برج الميزان ابترغبوا في تدعيم شراكاتكم اليوم مناسب للقيام بعمل بيطلب تعاون من طرف ثاني ما بيجوز اثارة المتاعب اتجنبوا الانفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية حاذروا من الحوادث ومن الاعداء فهم كثر في الفترة هاي حتى ساعات الظهر من ساعات الظهر بتتغير الاوضاع لان القمر بتحرك من مقابلك فبصير في البيت الثامن تتغير الاوضاع وبتمنحك فرصة لمكسب مالي الوصلة بشراكة او تعويض صحتكم او صحت قريب لكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن تفكر بمستقبلك وراحة شيخوختك تاخذ المبادرة بالاتجاه المذكور ممكن تفكر في يعني انك تتدخر اموال او تأمين او اشي العلاقة بالصحة او اشياء من هذا القبيل قدم التنازلات وتراجع عن خطوات وقرارات تسببت ازعاج وعدوات اليك بالفترة الماضية برج العقرب انجزوا ما تراكم لديكم من عمل ابتجدوا تعاون من الزملاء بالفترة هاي نظموا جدوى الغذائكم واخذوا قسط من الراحة من حين لاخر من المستحسن التبكير للعمل والتنسيق الجيد بين مختلف الواجبات بتكثر النشاطات بربما تشعر ببعض التعب بتصيط ممكن انه تقدر انك تحرز تقدم ارباح عديدة بالفترة هاي اذا استغلتها صح وطبعا هاي الاوضاع بتظل لغاية ساعات الظهر بعدين بصير اليوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني بوسعكم تعزيز شراكاتكم ولكن بدك تحاذر من الانفعلات بيصعب التفاهم معك وممكن تقع في ورطة انت بيغنى عنها الجو متوتر وممكن تظهر هاي الفترة مشاكل طارئة حاول انك تكون صبور وما تتدمر الفترة خالية من الحظ برج القوس تزداد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم في ظروف جيدة واحتمال انه يكون فيه قلق اتجاه احد الاحبة الفترة هاي انت نشيط وديناميكي عالي جدا بتميل له وترفيه عن النفس وانت بالفعل بتستحق ذلك ولكن يجب اتخاذ خطوات مفيدة لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر دك تدير بالك لانه ممكن يتراكم عندك العمل صحيح انه رغم تراكم العمل انتو قادرون على انجاز حصة الاسد منه اهمش انكم تنظموا جدوى الغذائكم حاولوا تاخدوا قصد كافي من الراحة لا تلتهي بالقشور والامور الثانوية اعتمد على جهودك وطاقتك لحصد النجاحات والارباح اراقب وضعك الصحي لانه الفترة هاي بتحمل ايشي له علاقة بالصحة او قلق مهني برج الجديد ابترغبوا في ادخال تعديل على مساكنكم والتفاهم مع افراد العائلة فترة مهمة لتعزيز الروابط بالرغم من الهواجس اللي انت بتعيشها ممكن ان يكون هناك تبادل زيارات او اتصالات مهمة ولكن ممكن يسود التوتر بسبب حدث طارئ مع ساعات الظهر بترغبوا في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني بيطمئن بالكم نسبيا بتجد حليف بيدعم تصوراتك اهم شي انك ما تستسلم بل كرر المحاولة بترغب باستكشاف مناطق جديدة وبتميل لامور الهلاقة بالسفر او المشاركة في رحلة عمل الفترة هاي رومانسية وناجحة بتحمل بس نوع ان انواع القلق ممكن يكون على احد الاحبة برج الدلو بتنشطوا في امور الهلاقة بالسفر والاتصالات ومنكم ممكن ينطلق في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح باستطاعتك قلب المعادلة لصالحك اهمش انك ما تبقى وحيد بل ابحث عن الاصدقاء والاحباء لا تعزيز الروابط العاطفية اكثر او الروابط الاجتماعية بتملك سرعة خاطر ومهارة ملموسة في ساعات الظهر طبعا لظهر اليوم بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية لا تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك واداءك لا تنفعل حتى لو شعرت بالانزعاج اسعى لتحسين موقعك في العمل ولتثبيته قدم المساعدة لا اي شخص بيحتاجها برج الحود بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي بيجي من عمل اضافي ومنكم ممكن يسترد مال بيعود له او يحصل على هدية ممكن تسمع خبر سر وممكن يلعب قريب دور مهم معك وبتهتم بقضية لها علاقة بشراكة او عمل ممكن تعالج الامور بشكل دقيق وتهتم لاولويات الاولويات المالية وممكن تجد الحلول والتسويات خصوصا للامور المالية لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر بتنشطه في امور الهلاقة بالدراسة والسفر والاتصالات اليوم هذا مناسب للخروج في نزهة قصيرة بيكون لكم نوع من انواع التعامل مع اخ او جهر كون عنصر ايجابي وما تتسبب بالنفور لمن للاشخاص اللي حواليك اتفهم الاخرين وابقى هادئ لا تفوت عليك فرصة المصالحة والتسوية بل كرر المحاولات السابقة وما تستسلم حاذر من السرعة ومن سوء التفاهم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء